بدايةً نشكر لكم هذه الوقفة وهذا التضامن منكم مع زملائكم الذين استشهدوا بآلة الإبادة الإسرائيلية والذين استشهدوا من أجل الحقيقة أن تبقى حاضرة نقف اليوم لنعلن ونعلي صوتنا عالياً لكل أحرار العالم أن الصحفي الفلسطيني يتعرض للإبادة ولأبشع جديد على الأرض يتعرض للإبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ليمنع الصورة أن تصل للعالم وليقفنا نحن عن مواصلة نقل عذابات وآهات شعبنا الفلسطيني نودع اليوم في قناة الغد فارساً من فرسان الصورة وبطلاً من أبطال الحقيقة نودع اليوم الزميل الصحفي المصور يزن زويدي الذي أصر على البقاء في شمال قطاع غزة الذي تعرض هو آخراً للإبادة وتهجير سكانه وأصر يزن كما العديد من الزملاء لأن يبقوا هناك لتبقى الصورة حاضرة وليعلم العالم أجمع ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إبادة في مدينة غزة وفي شمالها ليعلوا أيضاً صورة الدمار والمجازر صورة التهجير والنزوح القصري الذي يجبرهم الاحتلال الإسرائيلي عليه استشهد مصور قناة الغد في قطاع غزة الزميل يزن زويدي إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي له في بيت حنون في شمال القطاع وإذ هنا تنعى قناة الغد الزميل المصور الصحفي وجميع الزملاء الصحفيين الشهداء وتحمل أيضاً قناة الغد المسؤولية الكاملة للاحتلال الإسرائيلي ولآلة البطش الإسرائيلية تحملها المسؤولية عن استهداف الصحفيين والطواقم الإعلامية في غزة وهي أيضاً تناشد المؤسسات الحقية والدولية بإدانة جرائم إسرائيل وتستنكر أيضاً قناة الغد محاولات طمس الحقيقة والاستهداف المتعمد ومنع الطواقم الإعلامية من فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الزميل يزن زويدي والذي استشهد عن عمر يناهز 27 عاما التحق بالعمل بطاقم قناة الغد منذ ست سنوات شارك خلال هذه السنوات الست في تغطية الحروب والأحداث التي شهدها قطاع غزة خلال تلك السنوات نقول ليزن إن زملائك ما زالوا في الميدان ولن يغادروا ولن يبرحوا مكانهم كنا نأمل أن نضع قبلة على جبين يزن ولكن يا يزن هذا هو المحتل الذي حال بيننا وبين هذه القبلة نحن نعلم أن القبلة على جبين ميت لن تحييه ولكن إنك أنت الحي فينا ما حيينا الرحمة للشهداء وشفاء العاجل للجرحة والحرية للأسرة من الأسرة الصحفية شكرا نترك الآن الكلمة للزميل الصحفي عبد الناصر أبو عون ليتحدث لنا عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وأهمية أن يكون حماية حقيقية للصحفيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي الزملاء الكرام السلام عليكم ورحمة الله نقف اليوم كما كل الوقفات نكون في حزن عميق ينتابنا في المجموع الصحفي لنودع زميلا كما الزملاء الآخرين في هذه المسيرة الطويلة بعد مئة يوم من الحرب الإبادة وهذه المقتلة ننعي الزملاء وكلنا أمل وثقة بأن هذه الكاميرات المستمرة بعد مئة يوم من العدوان لم تنطفئ هذه الإرادة التي يعبر عنها الصحفيون ويستمد هذه القوة من أبناء شعبنا ستبقى الكاميرا مشتعلة وشغالة ومستمرة هذه الطغطية في فضح الاحتلال لا بد أن نستمر كلما سقط زميل شهيدا وجريحا هذا يعطينا دافعية إلى استمرارية الطغطية والكلمة أمام جبروت الاحتلال أمام حرب الإبادة والمقتلة التي يستخدمها الاحتلال باتجاهنا لا بد أن نستمر في هذا اليوم وكل الأيام تستمر التغطية نغطي هذه المعاناة الاحتلال أوجعته هذه الكاميرات والصورة والصوت والقلم والخبر أوجع هذا الاحتلال فأوغل في دمنا وفي دماء الزملاء نحن من هذا المكان نؤكد على ضرورة حماية الصحف الفلسطيني قولا وفعلا مللنا هذه البيانات والمطالبات اليوم مطلوب من الاتحادات اتحاد الدولي للصحفيين الاتحاد للصحفيين العرب والنقبات المعنية وحقوق الإنسان أن تخرج عن صمتها وعن بياناتها باتجاه لجم وحماية الصحفيين ولجم هذا الاحتلال الذي يستهدف الصوت والصورة والكلمة والكاميرا نحن من هذا المكان وإن نشعر بغصة في قلوبنا بوداع زميل عزيز علينا لنؤكد أننا سنستمر ولكن هذا الاستمرار يدفعنا بمزيد من تسليط الضوء على هذه الجرائم الجرائم المستمرة بسفك الدماء بملاحقة شعبنا مطلوب مننا بالعكس من أي وقت مضى بعد مائة يوم من الحرب أن نسلط الضوء التقارير الإنسانية القصص بزيادة لفضح الاحتلال خاصة ما حدث في جنوب أفريقيا ومحكمة لهاي مطلوب اليوم مراكمة هذه الجرائم في زيادة ملاحقة الاحتلال على هذه الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين وبحق الصحفيين تحديدا الصحف الفلسطيني اليوم كما الشرائح المجتمعية الأخرى مستهدف كالطبيب كالمحامي كالمهندس الصحف الذي ينقل هذه المعاناة اليوم قبل الغد مطالب الجميع أن يحمي هذه الكلمة وهذا الصوت لأنه يوثق لأنه يقوم بتوثيق مظلومية هذا الشعب وهذه المظلومية اليوم التي تتعرض إلى مقتل كما يتعرض له الصحفيون في قطاع غزة هذا الأمر يدفعنا إلى أن نطالب الجميع أن يخرجوا من صمتهم كما طالبنا الاتحادات والأمم المتحدة والجهات المعنية أن تستمر في ملاحقة هذا الاحتلال في المحصلة نقول رحم الله الشهيد يزن وكل الشهداء في هذه القافلة لا بد أن نستمر في تغطيتنا مهما كلفنا الأمر من أرواح ومن ثمن ونكتب ونغطي لفلسطين بالدم كما يكتب شعبنا هذه القصص بهذه الحرب المسعورة رحم الله الزملاء وواسع طبعا رحمته له ولكل الزملاء وألهم الله الصبر والسلوان لعوائل الزملاء الصحفيين وكل التحايا للصحفيين لزملائنا وهم يواصلوا هذه التغطية في الحرب المسعورة التي لم يسلم منها الجميع كل التحايا لكم السلام عليكم ورحمة الله نشكر الزميل الصحفي عبد الناصر أبو عون على هذه الكلمات كما أننا أيضا نشكر كافة الزملاء والزميلات الذين شاركون في هذه الوقفة وهنا نقول بعد مئة يوم وبعد مئة وثمانية عشر شهيدا من الأسرة الصحفية خلال هذه الإبادة الإسرائيلية نؤهد من رحلوا وسبقونا وما بقي من الزملاء الصحفيين أننا سنستمر في هذه التغطية ولن نبرح مكاننا وأننا سنبقى مستمرين في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني شكرا جزيلا لكم